السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الحبيبات احلى اخوات على المجرة وفي الدنيا كلها اينا انتم فين اللايكات اخبركم ايه يا رب بخير وبصحة وهنا وسعيدة اخواتنا اللي بيمتحنوا اخواتنا اللي بيمتحنوا ربنا يا رب ينجح ولادكم وينجح لجودي ونشوفهم في احسن حالة النهاردة عايزين وصفة للتفتيحة تمام عايزين وصفة الناس بقى كلها في التعليقات يا راشا عايزين ايدينا تبقى زي ايدك ما ايدي ياختي مالها ايدي ايدي ياختي ايدي ايه ياختي اللي بتتكلمي عليه عايزين وصفة حلوة جدا للايد تمام وفي نفس الوقت انا عاوس حاجة تفتح للاماكن ايه لحساسة منطقة الاندر ارمى منطقة البكيني يا ستي برضو تبفع معي للواجهة عندي بقع عندي كلف السنين رجحت من مصيف من تسعين سنة ولسه لحد النهاردة قسمرة النهاردة الوصفة حرفيا نكون بلا بس يا البغتك بسرعة يديني لايك وحطي لايك عشان انا والله العظيم على اخري من الناس اللي ما بتحطش لايك لان بصة لايك الفيديو جاي بمشاهدة قد كده واللايكات عدد قليل مش بفلوس يا اختي ارقاعي لايك مش هتخس يا حبيبتي احطي لايك وكتابي تعليق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ويلا بينا دلوقتي انا عاوزة مسلا 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 المكان اللي انا عاوزة افتحه مشكلتك فين يا حبيبة قلبي قولي لي غير النجوزك مشكلة في حياتك انا وليلي مشكلة اقدر احلها لك ماليش دعوة بحاماتك ولا ماليش دعوة بحاماتك ولا بسلفتك ايه مشكلة اللي بتواجهك في حياتك في جسمك يا اختي مسلا ايدي مسمرية سي مسلا رقابتي فيها سويت بص يا اختي هتيجي على المكان ده والجبيلي معلقة من السكر وطبعا مايفضلش السكر السكر دوت ده نعاوزة السكر بتاع التموين الخشن ده هتيجي واحدة تتفرج عليها من الدول العربية هتقول لي ايه سكر التموين ده ولا تشغلي بالك هتي بس اي سكر عندك انت ده موضوع يطول شرحه تمام تمام هتحطي معلقة من السكر وتجبيلي شوية من اي نوع زيت عندك عندك زيت زاتون امر اوي في الترتيب هتيلي منه معلقة عندك زيت جوز هند امر اوي هتيلي منه معلقة وللعلم زيت جوز الهند معمول هنا في القناة قلتلكم بلاش بناخد جوز الهند بنمتص منه الزيت وبنرجح تاني نستخدمه بس بوستنا وزيت الزتون اول قناة على اليوتيوب نعمل زيت الزتون بدون زتون كل ده هتلاقي طريقته في ملف الزيوت هسيبولك في اول تعليق تمام تمام تيجي واحدة تقول لي ولا عندي تيجي واحدة تقول لي والله يا رش انا ولا عندي زيت زيت زتون ولا عندي زيت جوز الهند والنبي يا اختي انا اقول لك على زيت احلى من الزتون واحلى من زيت جوز الهند فكرة زيت الموز الامر اللي احنا عاملينه مع بعض اللي هو رهيب وكم بلا في تنعيم الشعر وانت ذات نفسك اللي قلت يا راشا بالزبط كأني كوية شعري من اول مرة الزيت ده انت في محتقداتك انه هو للشعر فقط الزيت ده للبشرة ينهار ترتيب وتنعيم فوق ما تتخيل اللي ما جربش زيت الموز لحد النهار ده وقاعد يتفرج علينا لأ بصي المعلقة مش عايز هادخل اللي ما جربش زيت الموز لحد النهار ده فاته كتير اللي عايزة طريقة زيت الموز كنا احنا اول قناة على اليوتيوب نخترع زيت الموز اللي عايزة طريقته تكتبلي في التعليقات ابعه طولها بص يا البغتك اهو آآ زي ما قلت لك كأنه بالزبط كده جايبة كابسولات فيتامين اين فضياها قوامه حلو جدا عامل زي السيرم رهيب في تنعيم البشرة ورهيب في تنعيم الشعر اللي عايزة طريقته تكتبلي بسرعة في التعليقات ابعتولها فاروح واخد معلقة من زيت الموز رميها هنا واعمل بيه صنفرة للجسم استنى مساح اديه وارجع لك يا روحي تمام كده تمام كده يبقى انا بجيب معلقة السكر بتاعتي بحط عليها شوية من اي نوع زيت 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 جوزهند زيت سمسم زيت الموز وتروحي مقلباهم وبروح جاية على المكان اللي في اسمرار اللي مضيقني وبفضل اعمل صنفرة انزل كل الاسمرار وكل الجلد الميت وكل السواد حلو حلو مية مية وعالي العيل وديه الخطوة الاولى لو انت عاوز بشرتك تبقى بيضة بيضة خلال ساعة زمن حلوة قوي كده هتحط اللايك وتكتب تعليق اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وهنكمل وصفتنا مطلوب من حضرتك معلقة من جل الصبور ولو ما عنديش جل صبار حضرتك هتحطيلي معلقة من اي نوع كريم للبشرة معلقة من جل الصبار ما عنديش جل صبار هنحط معلقة من اي نوع كريم للبشرة حلو كده مفيش قناعة على اليوتيوب بتديكي الحاجة وبديلها بقولك عشان ما تكلفش نفسك وانت قاعدة ميستغسارة التعليق يولية تاني واكون معانا وهو مكون رهيب في التفتيح ده انا يا غالية عايز اقولك ان المكون ده لما كنا بنعمل زمان وصفات لتنظيف البوتجاز والرخام والسيراميك والكلام ده كنا بنستخدمه الى وهو الخميرة الفورية الخميرة من الحاجات الرهيبة جدا في تلميع وتنظيف الجسم مش على قد اللي هو تستخدم للتسمين وبوتكس والكلام ده ده كمان رهيبة جدا جدا في ازالة كلف السنين وحروق الشمس والكلام ده الخميرة من الحاجات الروعة اللي بتخلي كده فيه دموية بمعنى اصحف بشرتك عاوزة منها معلقة الخميرة اللي هي اخواتنا اللي في الدول العربية بنستخدمها واحنا بنعمل العيش اسمها خميرة بيرة جفة فورية تمام دي غير بيكنج بودر دي غير صودة الخبز تمام اللي بنعمل بها العيش انا اخد منها هنا شوية سويني انا اخد طبعا انا حط معلقة واحدة من الصبار هخط عليها رشة اهو من الخميرة تمام معلقة هم من الخميرة ليه الخميرة زي ما قلتلك اه هتديك تفتيح وهتديك نضافة حلوة جدا كنا بنستخدمها في وصفات التنظيف رهيبة هتخلي جسمك يلمع كده ويضوي تمام تمام ومية مية حلوة اوى عاوزة من حضرتك نوع زي يكون رهيب فيه التفتيح لو جت سألتك كده وقلتلك الزيوت عالمجرة اللي احلى زي يوت في التفتيح واحدة هترد وتقولше طبعا زيت اللوز المور زيت اللوز المور من الحاجات الرهيب جدا للتفتيح والادلة الكلف والهالات والاسمرار وحاجات كتير وللعلم احنا عاملين زيت اللوز المور من مكون بترميه في الزبالة لو انت عايزة طريقة زيت اللوز المور اكتبييلي في التعليقات او بسب ملف الزي يوت هتلاقيه في اول تعليق هاخد منه هنا كده شوية تمام شوية من زيته اللوز المر بيشيل البقع الدكنة وبيشيل الاسمرار. وحاجة كده رهيبة. تمام? تمام. في واحدة تاني قاعدة تتفرج عليها تقول لي يا رشا بس برضو زيت الورد معروف ان هو بيفتح قوي. مفيش مشكلة. حطي لي هنا شوية من زيت الورد. واحدة تالتة هترد عليها تقول لي يا رشا لا ده انت فيه بقى اللي انت اتكلمت عنه قبل كده. اللي هو المادة الفعالة بتاعة كريم ميبو. اللي هو السمسم. بيعمل ايه? بيجدد اصلا خلايا البشرة. يعني انا لو لو عند اللي هم احفظنا حرق. عندي خياطة عندي ندبات بشريتي ضاعة حرفيا بيجدد لي خلايا البشرة من اول وجديد. فعاوزة شوية من زيت السمسم. تمام? اللي هو زي ما كلمتك قبل كده المادة الفعالة لكريم ميبو. وللعالم طريقة احنا اول قناة على اليوتيوب نعمل كريم ميبو في البيت. لو عايزة طريقة عمل كريم ميبو اكتبي لي في التعليقات ابعته لك. حاجة كده قمة الروعة. تمام? اهو. هنياخد شوية. من ايه? من زيت السمسم. حلو جدا ومية مية. يبقى انت حضرتك عندك زيت سمسم ما تحطي. عندك زيت ورد هتحطي. عندك زيت لزم وره هتحطي. اختري لي تلاتة من الاتنين دولي يكونوا عندك تخطوهم لي هين. الزيوت دي زي ما قلتلك رهيبة جدا في التفتيح. حلو كده? ده حلوة قوي يا روش انت بتقولي الخميرة روعة والزيت ده امر والزيت التاني امر وجل الصبار اصلا ان احنا بنسميه هيلورونيك في نفسه لانه بيحافظ على رطوبة البشرة وحاجة امر قوي. تفتكري ان انا كده مثلا ممكن اسكت. بما انك انت زي ما قلتلك متعودة معي ان احنا نوصل لليفل الوحش. ممكن نسكت على هذه المكونات رغم انك انت لو استخدمتها كده هتديك نتيجة فوق الخيال. لأ. هحطيلك مكون هيخليكي تلعلتي كده من البياض ومن النظفة. الا وهو الحن البيضة. الناس اللي اول مرة يشوفونا الحن البيضة كنبلة موجودة على المجرة. الحن البيضة كن احنا اول قناة على اليوتيوب. ولله الحمد يعني ولله الحمد. ربنا منور بصيرتنا. كن احنا اول قناة نعملها بيجي سبع او عشر طرق حصري. كن احنا اول قناة نعمل الحن البيضة اللي هي منجم تفتيحه من اول مرة. وكلكم قلت عليها شعر. الحن البيضة دي اللي اما بتجيبها من العطار زي ما انت شايفة كده لازالة البصور والكلف والنمش والحاجات دي. بتجيبها علبة زي اللي معي دي كده من عند العطار وبيبقى جواها كيس ابيض زي ده كده. او ان كنتي حضرتك بتعمليها في البيت. وانا كنت قلتلك قبل كده. الافضل ان كنتي تعمليها في البيت بتكون طبعا طريقتها احلى مليون مرة وبنحط فيها مكونات بتديك تفتيح رهيب. هياخد منها هنا كده شوية. طب يا رشان عاوز اجيبها حضرتك طريقة عملها في البيت. هتلاقي فوق في اول تعليق ملف اسمه الحنة البيضة معمولة في كزا طريقة. ادخل افراجة على الفيديوهات وشوف ايه المكونات المتاحة عندك في البيت واعمليها. تمام اهو. هنحط شوية من الحنة البيضة. تمام? يبقى لا اما بتجيبها العطار او الاحسن اللي كنتي تعملها في البيت وانا قلتلك قبل كده الاحسن ان احنا نعملها في البيت. تمام? شوية من الحنة البيضة. هنعمل ادي الوقتي هنقلب المكونات دي كويس جدا. بحيث تبقى معانا كده بشكل كريمي. طبعا الافضل ان احنا نقلب بشوكة. تمام? هجيب شوكة. وارجع لك يا قطة. جبني شوكة يا روحي. هنقلب بقى كويس جدا. هنحط عليها بس شوية من مية الورد عشان يبقى معايا كده في شكل كريمي. مهم. تعليقات يا بنات. تعليقات يا بنات القناة تقع حرفيا. تعليقات وخليكو حلوين. مية الورد طبعا ملحقات رهيبة للبشرة. وللعلم برضو. الحمد لله كنا احنا اول صناع على يوتيوب نعمل مية الورد حصري بدون ورد. وردتها سهلة وهتلاقيها موجودة عندك اللي عاوز هيكتب لي في التعليقات ابعتها له. تمام? اهو. هنقلب بقى كويس جدا بحس يبقى معايا ماسك كده كريم. لو حضرتك هتستخدم كريم بدل جل الصبار ما تحطيش مية ورد. تمام? اهو عشان الكريم مش بيتجانس مع المية. اهو. تمام? قلبي قلبي. انا اقلب وانت حطشي لايقات وتعليقات يا اما رايتي. حطشي حبة كمان. من مية الورد. تمام? الاهم من الوصفة طريقة الاستخدام لها طريقة معينة. تمام? اهو. مية مية. وبقى شكلها كريمي جدا. كده امر قوي وحال الهيال. هستخدمها ازاي? صلي على النبي وتعالى اقولك هتستخدميها ازاي? دلوقتي طبعا انا عملت اللي هو الاسكراب اللي اتفقنا عليه. شوية سكر مع شوية من الزيت. وبحطهم على ايدي وبصنفرها وباخسل ايدي والحية زي الفل. بعمل الكريم الامر اللي انت شايفه قدامك ده. ملمسوا تحفة جدا وحاجة كده كريمي امر. بعمل ايه? بدهن ايدي. تمام? كلها من الكريم دوت. تمام? بالمنزر ده. تمام? حلو جدا طبقة حلوة كده. مش يعني حطي بعشم كده. حطي فرح ابن العم ده يا اختي هنا. تمام? تمام ده انت ايدي اهو. او بقى المكان الانضر ارمى او البكيني او الكلام ده. تمام? تمام. اهو. مية مية. في بقى تركة حلوة قوي لو انت عاوزة تستخدميها على ايدك وتلاقي نتيجة امر وتبقى ايدك كده لاني اختي الواحدة ايه غير ايد. يعني انا من وجهة نظري الست ايد. انت عنديك الست. انت عنديك الست ايه? انا عندي الست ايد. ايدك حلوة خلوس. حتى كان كريم عبدالعزيز مستضيفينه في رمضان مع اسمه ايه الراجل اللي اسمه ايه ده? اسمه ايه? اللي بيعمل برنامج الحكاية اسمه ايه? عمر اديب. قالك الست تعرفيها من ايديها ورجليها. فالست ايد. تمام? فانا بقولك على حركة كويسة جدا عشان ايدك دي تبقى امر في خلال اليوم حرفين. هتدهيني كده يا اختتي على ايد بالمنزر ده وتلياتي لياتي لياتي. تمام? عرفة عرفة الجوانتيات اللي هي البلاستيك? هحطي لك صورتها. هتجيبي كيس زي دوت اللي هو الجوانتي البلاستيك ده. وتروحي لبساه على ايدك. تمام? ويا سلام لو تسيبيها عايز اقول لك عرفة لو تسيبيها من بالليل تبقي امر تينامي بالجوانتي ده امر. والله العظيم زي ما بكلمك كده. يعني مسلا سيء عايزة تفرج على التلفزيون فيلم مسلسل الحاجات اللي بتقعد ساحتين دي مفيش مشكلة. حطيه في ايدك والبس الجوانتي. عايزة تحطيه بالليل وانت نايمة تبقي امر اوي. لو انت عملت التركاب بتاعت الجوانتي دي. تمام? هتلاقي البشرة تشربت بقى الخميرة بزيت الورد بالزيت السم سم بالحاجات الامر اللي احنا حطينها دي كلها. تمام? بالحنة البيضة. والله العظيم تفتيح ما بعده تفتيح. وتيجي مسلا السبح تروحي شاطف ايدك او بعد ساحتين لو انت مسلا هتتفرج على فيلم او هتوعدي كده شوية ساحتين. وبعد كده تروحي شاطف ايدك قصما بالله تفتيح عمرك ما شفتيه. اللي هو كده في نفسي تلك كذلك اللحظة على رأيي اللي بيقول. تمام? لكن بقى طبعا هستخدمها على منطقة الاندر ارمى او البكينيا او الكلام ده. طبعا مش هنفع اعمل استخدم جوانتي او الكلام ده. فحضرتك حطيها واستني ساعة او ساحتين. وبعد كده ادخلي اشتو فيها. بعمل الوصفة دي مرتين اسبوعيا تلات مرات اسبوعيا على حسب الحالة بتاعة البشرة. وزي ما قلت لك قبل كده يا قلب اختك فيه نعنين نحكم. اظن ما فيش مكون حتى. انا بقولك لما كنا بنعمل وصفات المنظفات ونقولك لو البتوغاز ما حروق وعيون البتوغاز ما حروق او السراميك ميجير وفيه تكلوسات الخميرة بتفور لكل ده. فما بالت بقى جسمك اللي كله كلف وسمرار وجلد ميت رهيبة رهيبة للبشرة للبشرة ورهيبة نهاية جدد خلال بشرة من جديد. وصفة سهلة اسهل مما يكون بس زي ما قلت لك الاول ما تنسيش تعمل الاسكراب وبعد كده تعمل الجزء التاني من الوصفة. اكتبي لي في التعليقات نفسك في الوصفة ايه المرة الجاية. ما تنسيش اللي هي تختمل الفيديو بالصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.